بداية يعني الاتنين دول معناهم اصلا باعتداد. ولكن الفرق بينهم كالتالي. في ان كلمة دي بتستخدم مع يعني كده مع الصفات باختصار اللي معناها ايجابي او معناها مفضلة بالنسبة لنا. او ممكن تكون معاني جيدة ايجابية. على سبيل المثال زي مسلا كلمة كل دو صفات ايجابية. عشان كده لو انا هستخدم واحدة من الاتنين من مع الصفات دي نستخدم لكن بستخدم مع الحاجات على سبيل المثال زي الكلام اللي زي ده. تعالوا نشوف اول مثال معنا. المثال ده بيقولي لو خدنا قبلنا في المثال ده هو بيقولي ان دي ايجابية فاخدنا واستيوب الدي سلبية فاخدنا كمان مثال لاحظة ان مع 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 نفس القصة برضو لما اقول لك دي حاجة حلوة فاخدنا دي حاجة سيئة فاخدنا ونفس القصة برضو مع مع خفيفة. فيما الحصان عايزين نعرفه من الحصة الاولى هو انا لما احب استخدم اداة التنكير الا استخدمها امت او استخدمها فين مع وفين مع الفكرة بتقولك انك بتستخدم اداة التنكير سواء قبل او بعد مفيش مشكلة. يعني ممكن نقول وممكن نقول لاحظة ان في اول مثال ان الا دي جات قبل وفي المثال التاني الا دي جات بعد فدي الفكرة. لكن لو هتستخدم ما ينفعش نستخدم علينا التنكير الا قبلها بس. فعشان كده بتقول خد بالك انت قلت لو انت ها قلت فده خطأ كبير جدا وما ينفعش. طيب الملحوظة التانية ودي برضو ملحوظة مهمة جدا. في معض الصف احنا اتفقنا ان مع الحاجات وراثر دي مع الحاجات نفترض ان في صفة من الصفات بتحمل في معناها على سبيل المثال انا لما اقول لك الشاي ده سخن والله ممكن اكون قصد اقول لك ان هو سخن وجميل هشربه وممكن اكون قصد اقول لك هو سخن لا قبلاش منه. طيب انا افهم ازاي ان الصفة دي من استخدام المتحدث للكلمة وراثر. القاعدة بتقول ان يعني المتحدث لو استخدم كلمة مسلا ده معناها ان هو شايف ان الحاجة دي سخنة وجميلة. طيب برضو نفس القصة بقول لك يعني المتحدث لو استخدم كلمة لو قال لي ده معناها ان هو سخن بلاش منه. طب تعالوا نشوف المسالين دول كتابة ان كده من غير ما تقول لي واتوضح لي انا فهمت مدام انت قلت لي فامعنى كده ان هو حب الشاي ده فهي لكن لو قلنا ده معناها ان هو محبش الشاي. وبكده يا باحنا اخدنا وفيرلي زي ما اتفقنا من الاول من اول سلايد بستخدمها مع الحاجات مع الحاجات مع ممكن نستخدم الا قبلها او بعدها مع ما ينفعش يستخدم الا الا قبلها بس. طيب في صفات بتحمل المعنيين اجابي وسلبي الصفات دي انا بقدر احدد ان الحاجة دي من من استخدام الراجل المتحدث لفيرلي او فلو قال ده معناها ان ده كويس لو قال ده معناها ان ده شيء قوي مش شيء